غرفة الدراما التونسية بعد الثورة تحسن ملحوظ في مستوى الكم شفنا برشا مسلسلات برشا ممثلين جدد وشخصية متنوعة ونظراً نتعدد القنوات التونسية لقاوا العاملين في مجال السينما مجال أكبر بش يخدموا أكثر في المقابل رينا تشابه في السيناريو هيته وضعه في بعض النصوص ولي روها النقاد معظلة كبيرة لكن هذا ما منعش تميز بعض الأعمال التونسية على مستوى الصورة والأداء شفنا محاولات نسج مواضيع جديدة تهم المواطن التونسي وتقترب من مشاغله لكن اليوم الكم بيدو ولا يطرح إشكال كبير خاصة وقت لي يرتبط فقط بالإنتاج الموسمي مقابل شح كبير في الإنتاج الشاتوي الأمر اللي خلي الدراما التونسية أسيرة منطق الموسمية الرمضانية وهو اللي ما يسمح لهيش بش تتطور